من غزة هنا القاهرة طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام نبقى مع حضراتكم في هذه المتابعة الإخبارية بالخبر والقراءة والتحليل نبقى مع حضراتكم رغض أبو ليلى وهذه تحيات ياسر رجدي أربعة وأربعون يوما هي عمر العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى اللحظة على قطاع غزة هجمات عبر الجو والبحر والبر لا تنقطع يرتفع معها كل دقيقة عداد ضحايا ما بين الشهداء والجرح والمفقودين ما يجاوز ثلاثة عشر ألف شهيد ثلثاهم من الأطفال والنساء حصيرة لم تكفي الاحتلال وجيشه بعد ليوقف آلة القتل والتدمير ولو مؤقتا بحق غزة وأهلها بل على العكس ترتكب إسرائيل يوميا المزيد من الجرائم التي تتجاوز معها أدنى ما تكفله المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية حتى أثناء الصراعات والحروب المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء دور العبادة والبنى التحتية كلها باتت أهدافا لجيش الاحتلال على امتداد القطاع من شماله إلى جنوبه غير آبه بما تؤويه تلك المنشآت من ألف النزحين الذين أضناهم العيش بأقل القليل من مقومات الحياة نعم فانتهكات ومجازر تضاف إلى قائمة لا تنتهي من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ليس اليوم في حسب ولكن على مدار ثلاثة أربع قرن كانت في مقدمة تلك الجرائم مخططات التهجير سواء عبر النزوح الداخلي أو بتفريغ الأرض من أصحابها ولدفعهم إلى دول الجوار مخططات كان أحدثها ما صاحب الحرب القائمة على قطاع غزة لكن المخطط الجديد لاق المصير نفسه لسابقيه ليتحطم على صخرة الرفض المصري الأردني لتصفية القضية الفلسطينية من خلال سيناريو مكرر للنكبة لكن هذه المرة لأهل قطاع غزة بل وسط طاعة القاهرة ومعها عمان توسيع نطاق ذلك الرفض وجعله موقفا دوليا يعارض مخطط تل أبيب بتهجير الفلسطينيين بغزة قصريا وإعادة إحياء التمسك الإقليمي والعالمي بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الممتد لعقود